وصلت فجر اليوم إلى مطار بولوكوفو في سان بودرسبورغ طائرة تنقل جسامين بعض ضحايا طائرة روسية التي تحطمت في مصر قبل يومين وقالت وزارة الأوضاع الطارئة الروسية إن الطائرة نقلت جسامين 144 شخصا قتلوا جراء الحادثة وإن طائرة أخرى تقل عددا من الجسامين ستقلع اليوم من القاهرة وكان ألاف الأشخاص قد تجمعوا في سان بودرسبورغ أمس حدادا على أرواح المسافرين الذين قضوا في أسوأ كارثة طيران تشهدها روسيا من جهة أخرى أعلنت معظم شركات الطيران وطيران منطقة الخليج تحديدا تغيير مسارات رحلاتها لتحاشي الطيران فوق شبه جزيرة سيناء المصرية في خطوة مماثلة لشركة الطيران الألمانية لوفت هانزا وشركة إير فرانس الفرنسية اشتركوا في القناة